الناس بزافرة يتموت على أجل الأكسجين هدايا ناس تعيطنا في الليل من ذاك تعيطنا لوحدة تعليل زوجة تعليل من ذاك نقدروا نوفروا لهم هذا الجهاز من ذاك ما نقدروش الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر شرصة من الأولى مصالح الإنعاش امتلأت عن آخرها عبر مختلف مستشفياتنا شرصة الفيروس جسدها العدد الهائل من حالات الاختناق والإضطراب في التنفس مما جعل من آلة ضخ الأكسجين درورة ملحة إما عبر شرائها أو تأجيرها لإسعاف المرضى قدرة الاستيعاب بتاع المرضى في المستشفياتها ما كاش لو عيطنا بشيحة وسؤالة لكونسنتراتورة الأكسجين 30 جهاز اللي نسلفوهم يوميا ثم على ذلك دوك يتسلف جهاز مكثيف الأكسجين يطول عند الماريض من ذاك يريح عشرية من ذاك يريح 14 يوم هنا احتكار كبير لهذه الأجهزة دوك ولينا ما نصيبوهم في السوق أنه حنا مع الأول كنا نشاريو الأجهزة هذا وما كنا نشاريوهم سبع ملايين في الموجة الأولى ودوك لحقنا وين تأسان كليتر لحق حتال 15 مليون 15 مليون تعددت الأسباب إلا أن الاحتكار بهدف الربح المضاعف عامل أساسي لالتهاب أسعار مستلزمات مكافحة كورونا حسب بعض التشار صحيح هناك نشاريو الأحساسي أذا كنا نشاريو الأجهزة رسيط لحقت نعمة أو بصوت نعمة نعمت الحق نعمت الحق نعمت وآل يتعدد المعارفة نعمت حق الأساسي لا يريد أن يصح بها وكنا نعمت حق الأساسي انا ثم كل حق ثم 32 مليون إذا فتترض من الضب 32 مليون يбоيوا لا يصح طبع ما يصح الشراء نعمت الألمان وعليس التحق المقابل مستوردون مثل هذه الأجهزة يرجعون سبب ارتفاع الأسعار إلى ندرتها في السوق الدولية بفعل الأزمة الصحية العالمية وزيادة الطلب مقابل العرض كل ما يوجد أجهزة لتحضر كورويد يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يكون هذه الأجهزة هذه الأجهزة يجب أن يكون في الواقع الأسعار إلى الدولية المساعدة المستقبل العالمية وزيادة الطلب مستقبل العالمية تتوقف حياة نسمة معتبرة من مرضى كورونا على جهاز الأكسجين ومعقمات وكمامات مما سمح للتجارة العتاد الطبي أن تنتعج بشكل كبير ليس محليا فقط وإنما عالميا تجارة تتجرد أحيانا من جانبها الإنساني عندما احتكم أصحابها إلى الاستثمار في الأزمة